كان المشركين بيعملوا في الإلحاد بأسماء الله الحسنى شان نفهم الآية على آخرها كانوا يعطون آلهتهم التي اتخذوها من دون الله أسماء الله والمفروض أن أسماء الله خاصة به لا يجوز أن يسمى بها غيره ولكنهم من إلحادهم سموا بعض الأصنام باللات واللات تحريف لرفض الجلالة الله فوضعوه على صنم وسموا أنفسهم بدلا من أن يكونوا عبد الله سموا أنفسهم عبد اللات كما يقول الإمام القرطبي وسموا بعض الأصنام بالعزة والعزة هو تحريف لإسم الله العزيز وبدلا من أن يسموا أنفسهم بعبد العزيز سموا أنفسهم بعبد العزة كما كان أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان اسم عبد العزة فهذه صورة من صور الجهل والإلحاد في أسماء الله الحسنى لذلك قد يكون الجهل بأسماء الله الحسنى سبب في أسباب أن يصف الإنسان الله بشيء لا يليق به أو أن يصف غير الله بصفات الله